الحياة من ضمن التعليقات العظيمة جدا وخاليا نعلق عليها انا عاوز اقول لكم رد على الاسئلة الانجليزي من واقع قبرتي كمدرس انجليزي في ناس كتيرة جدا بتسأل ازاي ربوت الانجليزي بتاعي واتمنى ان انا اساعدهم بشوات نصايح اول حاجة محتاجة تعرف انك تعرف مستويك ايه تعرف تمشي ازاي المستويات في الانجليزي بتقدر تاخد تست سريع عشان تعرف الست المستويات بتوعها الاي وان اي وفي مواقع كتير على نت ممكن تعرف مستويك فيها اا فكر نفسك انت ليه عاوز بعد ما تعرف مستويك ايه الخطة بتاعتك وحاول انها تكون سمارت اا يعني سبيسيفيك وي ميجرومنت محددة وي اا تايم باوند وتكون محددة بوقت والى الاخر وكون واقعية ريليستيك اشتغل علشان الشرع عشان الانجليزي مفيد وعلشان يبقى مستويك كزا في شركة كزا وعسف الدولة اجيب بتاعها حددت مستويك واهدافك تشوف مستويك ايه ونمشي على الخطة من الخطط دي لأ لازم تذاكر مع نفسك او تاخد كورس مفيش كورسة يخليك جامد لوحده اللغة محتاج شغل كتير ومستمار عشان تحقق نتاج متشتتش نفسك بمصادر كتيرة وثق في المصادر عشان تكون الدنيا بالنسبة لك كويسة بالنسبة الايوان قويته متلتغلش بالك بالجرامر والكتابة وكلام في الليفل ده مش محتاج كورسة خالص ولازم تعمل فترة معسكرة مغلق تذاكر فيها مع كل نفسك كل يوم محتاج تسمع وتقرأ وتحفظ بقدر المستطاع ما تعملش اي حاجة تانية غير انك تسمع وتقرأ وتحفظ جمل كاملة خدت بالك اني قلت جمل صح لازم تحفظ جمل مش كلمات او انك تعمل مع حد ده لازم مهم جدا انك بتحفظ جمل مش بتحفظ كلمات حاول انك تقلد نقط الاشخاص الاجنبية اللي بتسمعهم او بتشوفهم حفظه عن طريق الاستماع قبل ما يكون عن طريق القراءة علشان نقطك يتصبت من الاول يعني اما تقبلك كلمة جديدة قبل ما تحفظ كتابتها ازاي تحفظ نطقها ازاي من او المتحدثين الاصليين الازن والفم قبل العين واليد حفظ الجمل واقولها بنفس الطريقة اللي بيقولها الناتف سبيكر ولو لقيت حروف بتتاكل او مش بتتقال قولها زي ما بيقول بالزبط نفس النبرة لو متعصب تقلده ومتعصب لو متفاجئ تتقال ومتفاجئ لازم تعمل كده في الاول عشان نقطك يزبط مصدر لحفظ الكلمات تحتاج تفتح اا برنامج اسمه انكي ممكن تنزل اكتر من الف كلمة تلاقي في حاجات كتيرة يعني ممكن زي تسعم برنامج ده يبزل مجهود وفيه اكتر من الف كلمة شائعة هتلاقيها الناس كتيرة بتستخدم اكتر الف كلمة شائعة الف كلمة شائعة مصدر للقراءة هتلاقي فيه اكتر من قصص وحاجات ممكن انك تأخذها ولكن لازم تأخذ ده في الاعتبار هتلاقيه كمان للاستماع هتلاقيه حاجات كتيرة للغة الانجليزية وده لازم تأخذ فيه الاعتبار مستوى لو انت مستوى لسه تحتاج تتعرض اكتر للغة عن طريق القراءة والاستماع في المرحلة دي لازم تبدأ تشوف محتوى باللغة الانجليزية وتقرأ بالانجليزي ابتعد عن محتوى التعليمي وبتدي تشوف او محتوى بتحبه باللغة الانجليزية يعني لو بتحب الكورة شوف بتتكلم عن كورة الانجليزي شوف بتحب بتعمل ايه بالعرب وعمله بالانجليزي لازم تفضل تتفرج تتفرج وتقرأ لحد ما توصل لمرحلة ان انا هيسس اني بقيت فاهم معظم الكلام في المرحلة دي هيكون فكرة هتكون فكرة كويسة انك تبدأ تاخد كورس عشان تكسر رابطك في المحادسة باللغة الانجليزية وعشان ان شاء الله تنقل من نقل من تحتاج وقت طويل انت في المرحلة دي فلازم تأخذ ده في الاعتبار من مستويات خلاص لو وصلت لمرحلة دي والله ما تحتاج تحفظ كلمات وإنت ما تحتاج تتكلم وتستعمل كل المعرفة اللي عندك طويل ما فاهم الناس ولا بتتكلم يبقى هتعرف تتكلم زي ما هم والله يبتدي تتكلم وكسر حاجز الخوف بتاعك آآ عود لسانك على الكلام دي مرحلة الكلام 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 لحد ما تزهق والحد ما بتتدي تفكر بالانجليز وبطل ترجمة من عربي للانجليزي السؤال الاكتر اتكلم مع مين في ناس بتقولك تعمل جروب تليجرام وتتكلم مع بعض للأسف الموضوع ده بيفشل بعد كم يوم عشان الناس بتفقد حمسها ومش بعرفوا يتكلموا في ايه اصلا فالدنيا بتبقى بالحب سانيا في ناس بتقولك صاحب اجانب وبتاع هيكون صعب لو ما فيش حاجة مشتركة ما بينك ولو انت بتحب تلعب اولاين فده فرصة ممتازة عشان ده اسهل طريقة بيكون بها صدقات وبتكلم مع جانب تالت حاجة لو ما زيناتك تسمح لك حاول تنزل وان تو وان تاخد كورس محادسة حل كويس يفضل كورس يبقى اه في افنتات برضو بيكون حاجات كتيرة اسبوعية في رابع حاجة كوميونيتي وده حل من وجهة نظري كويس جدا فتنزل كوميونيتي بتاع حاجات بتحبها سلف او لانجولش اكسبريشنز فياجب انك تاخذها في الاعتبار لو عاوستاخد كورس تختار ازاي السنتر او المدرس ما تروحش مكان غالي اللي هما بيضوا الكورس يبقى الفين وتلاتة لمجرد انه اسم كبير وتلم كورسات والشهادات معظم المعايد والسنتر الكبيرة ومشهورة جودة التعليمية مش افضل حاجة انت وحظك مع المدرس لبختك لبخيت المهم جدا انك تركز مع الحصص مع مدرس شاطر تتفعله اتعب شوية مع نفسك في التدوير على مدرس شاطر او اكاديمية كويسة حتى لو اقل ما تستخسرش لو سعر قليل عشان تكون الدنيا بالنسبالة كويسة في معايير لازم تخلي بالك منها انه يكون حاصل على الشهادات زي السلتة او التيفل في الحصة ولكن ما تركزش بس على هذا الموضوع لازم انه يكون كمان انت كمان مرس تريح له وتحب الانجليز بتاعه لازم مدرس يكون صارم في الكراسروم او في الدرس ما يسمحش باي كلام عربي او ان الحصة تبقى كلها لعب وتهريجي علشان ده بيقل كتير من هذا الموضوع واشكركم على هذا الموضوع طبعا اشكره على هذا الكلام ولكن يعني اه كل هزي الحاجات فعلا الاستماع بيؤثر بشكل كبير جدا انه اذكر انه كانت ام بسي فور كتبات تفرج على برامج اجنبي زمان كتيرة ساعدتني جدا على نطق باللغة الانجليزية وان فيه او العقل اللواعي بتاعي دايما خلاص بقيت بعرف اتكلم والناس بتكلم بس معهم كويس وكمان حتى في النصيح الحلوة قوي انك بتقول لو انت كمان بتتابع حاجة حاول انك تشوفها باللغة الانجليزية فلو حضائك بتتابع مسلا بتحب الدورة الانجليزية بتحب البرامج السال شوف البرامج السال انا بحب برامج مسلا اللي هي المنوعات بحب اسمع جدا اوبرا وين فيه معرفش لي فبحب اسمعهم وعلى يوتيوب وبشا اللطيف انك بتخلي السرعة تو اكس فبخلهم يتكلموا ويبقى الكلام تحت نازل باللانجليزي فانا قاعد بقرأ الكلام بتاعهم وبشوفهم هو ما بيتكلموا ولو في حاجة غريبة بعمل عليها سرش فعليا ساعدتني بشكل جدير جدا انه ياخد جمل واخد كلمات واخد نطق بطريقة كويسة وربنا وفقكو اكتبو كل خير بإذن الله كتابونا فيه التعليقات ايه اكتر حاجة فعلا ساعدتكو انكو تحسنوا من اللغة الانجليزية بتاعكو